السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي عند الوحدة الخامسة سورة البلد الدرس الأول من القرآن الكريم هذه السورة للحفظ من واحد إلى عشرة يعني يقرأ الطالب من الواحد إلى العشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب إن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب إن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العلي العظيم لهنا يحفظ الطالب هو أشر من الواحد للعشرة يعني هسنأخذ معاني الكلمات لا أقسم بهذا البلد أقسم بمكة حلا مقيم ووالد وما ولد آدم وذريته في كبد في تعب وشدة أيحسب أيضن مالا لبدا مالا كثيرة وهديناه النجدين أبين له طريق الخير وطريق الشر لهنا يحفظ الطالب يعني اللي داخله بالآية هسا خلينا نحل المناقشة مثلا يقول لك بالسؤال يعني يقول لك ينطيك آية قرآنية يقول لك اشرح الآية القرآنية قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أنت تقرأ هذا يعني تكتب له هذه الشرح مثلا يقول لك فلا أقتحم فلا أقتحم العقبة هذه اشرح الآية القرآنية ماذا يقصد هذه تحفظها زي هسا نحل المناقشة المناقشة صفحة 84 هعيني المناقشة صفحة 84 أولا في هذه السورة مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه كيف ذلك حل النقطة الأولى هذه منا صفحة 80 أقول وفي هذه مواساة مواساة للمؤمنين الذين كانوا يعانون من الفقر والاضطهاد والتعذيب منطغات قريش الحد قريش هذا جواب النقطة الأولى منا الحد هذه موجودة صفحة 80 ثانيا يقول اذكر بعض أسماء المؤمنين الذين تعرضوا لأذى المشركين هنا عندنا ياسر وولده عمار وبلال وصهيب وحتى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هذا جواب النقطة الثانية زين النقطة الثالثة ما العقبة وكيف يكون اجتيازها هاي عيني العقبة مثل ما قلت لكم يقول فلا اقتحم العقبة شنو معنى العقبة اي اي فيما اقتحم العقبة وما اجتاز اهوال يوم القيامة وشدتها لا يتمكن من اجتيازها الا من قام باعمال الخير والصلاح هذي جواب النقطة الثالثة النقطة الرابعة يقول هل يجتاز العقبة من كان كافرا لا يؤمن بالله حين يعتق عبدا مؤمنا ويطعم الطعام ولماذا جواب النقطة الرابعة هياته اقول صفحة اثنين وثمانين نقول لابد ان يكون مؤمنا لانه لا يقبل عمل من الاعمال بغير ايمان الله تعالى وان يحث نفسه ونفوس المؤمنين على الصبر في طاعة الله زين النقطة الخامسة اي بلد اشارت اليه السورة ومن اقام فيه اه جواب النقطة الخامسة هذه صفحة ثمانين اه البلد اه اقسب بالله تعالى بادم عليه السلام وبذريته من الانبياء والبشر ابراهيم عليه السلام الذي اتخذ مكة بلدا لأقامته اي ذرية ادم من الانبياء والبشر عليهم السلام هذه جواب النقطة الخامسة طبعا هذه هي اقسم بمكة بلده الامين هاي منها اقسم بمكة بلده الامين وبعدين بادم وابراهيم اي ذرية ادم من الانبياء والبشر يعني هذه كلها جواب النقطة الخامسة سادسا ما الذي نفهمه من هذه السورة هذه موجودة صفحة 83 جواب النقطة السادسة من المناقشة صفحة 83 نفهم من آيات هذه السورة الكريمة ان الحياة الدنيا مليئة بالتعب والمشقة وان الراحة لا تتحقق الا في يوم الاخر حين يدخل المؤمنون جنات الله ويتنعم بنعيمها الحد هذه لهنا او يخلص درسنا اليوم ان شاء الله التوفيق موسيقى